في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة كوارث طبيعية وأزمات اقتصادية وحرب في أوكرانيا اشتعلت حرب جديدة مجالها الفضاء لكن تأثيراتها ستكون على الأرض حرب المناطيد اشتعلت قبل أسبوعين وشغلت العالم حيث أعلنت الولايات المتحدة أن منطاضا صينيا انتهك أجواءها بعد أن اخترق عشرات الدول في قرات مختلفة وتم إسقاطه في النهاية لم تتوقف حلقات هذه الحرب الجديدة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاضين آخرين خلال الأيام الأخيرة حيث أعلنت كندا إسقاط جسم طائر غامض بواسطة مقاتلات أمريكية فوق منطقة يوكون الكندية الصين وخلال الساعات الماضية تحولت من مربع الدفاع عن نفسها إلى مربع الهجوم باتهام الولايات المتحدة بتسيير أكثر من عشرة مناطيد فوق أجوائها خلال العام الماضي من دون إذن بكين مشيرة إلى أنها تعاملت مع الأمر بمهنية ومسؤولية اتهامات نفتها الولايات المتحدة على لسان منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الذي قال إن هذه الاتهامات ليست صحيحة وإزاء هذه الاتهامات المتبادلة اتسعت من جديد هوة الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وبكين الأمر الذي تكون له تبعات وتداعيات سلبية يتمنى العالم ألا تكون عسكرية